موسيقى أهلا وسهلا بكم أبناء الطلبة والطالبات في حلقة جديدة من حلقات دروس مادة الرياضيات للصف السابع المتوصل حلقة هذا اليوم موضوعها مراجعة عامة على الفترة الدراسية الثانية بداية أعزائي الطلبة والطالبات نذهب إلى فاصل ونعود أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات من جديد موضوع حلقتنا كما قلنا قبل الفاصل هي مراجعة عامة على الفترة الدراسية الثانية نبدأ الآن في موضوع حلقة هذا اليوم أمامنا نموذج لاختبار الفترة الدراسية الثانية أولا الأسئلة المقالية السؤال الأول ألف إذا كانت الدرجات التي حصل عليها مجموعة من الطلاب في امتحان مادة الرياضيات هي 12-24-18-22-24 أوجد المتوسط الحسابي وأيضا الوسيط وأيضا المنوال للدرجات التي حصلت عليها هذه المجموعة من الطلاب إذن الزائد الطلاب والطالبات هنا بداية نوجد المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي هو مجموعة القيم على عدد القيم إذن يساوي مجموعة القيم التي هي 12-24-18-22-24-5 إذن الخمسة هذه تمثل عدد القيم إذن حاصل ناتج جمع القيم هو 100 على 5 ويساوي 20 درجة إذن المتوسط الحسابي هو 20 درجة الآن نوجد الوسيط ما هو الوسيط؟ هو القيمة التي تتوسط القيم بعد ترتيبها تصاعديا أو تنازليا إذن لإيجاد الوسيط لا بد أن نرتب هذه القيم ترتيبا تصاعديا أو تنازليا إذن بعد ترتيب هذه القيم تصاعديا 12-18-22-24-24 يكون هنا الوسيط هو 22 وهي القيمة التي تتوسط القيم فيكون الوسيط هو القيمة 22 المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا بين مجموعة القيم إذن المنوال هو القيمة التي تتكرر بين مجموعة القيم المنوال هو 24 لأن العدد 24 هو الأكثر تكرارا بين القيم التي أمامك الآن ننتقل ثانيا أوجد ناتج 97 جزء من 100 ضرب 7 و 5 جزء من 10 إذن بداية نضرب العددان بالطريقة الرأسية بدون فواصل 97 ضرب 75 إذن بداية نضرب في أحد العدد الثاني الذي هو الخمسة إذن 5 ضرب 7 و 35 5 ضرب 9 45 و 3 يساوي 48 الآن نضرب في عشرات العدد الثاني إذن بداية نضع صفر الأحد ومن ثم نبدأ في ضرب في منزلة العشرات التي يمثلها العدد سبعة إذن 7 ضرب 7 تساوي 49 و 7 ضرب 9 تساوي 63 و 4 تساوي 67 الآن نجمع إذن 5 زائد صفر تساوي 5 8 زائد 9 تساوي 17 أيضا 1 زائد 4 زائد 7 يساوي 12 و 1 زائد 6 يساوي 7 إذن الناتج 7275 إذن 97 ضرب 75 يساوي 7275 الآن بعد وضع الفواصل يصبح الناتج لدينا 7275 جزء من ألف الآن ننتقل إلى السؤال الأول أيضا باء أولا قارن بوضع الرمز أصغر أو أكبر أو يساوي بداية رقم 1 4 و 98 و 4 و 89 هنا عزيزي الطالب الطالبة بداية في المقارنة نقارن المنزل الأكبر بالمنزل الأكبر نجد هنا أن المنزل الأكبر في العدد الأيمن هي خانة المئات ويمثلها العدد أربعة وأيضا في العدد الثاني أيضا المنزل الأكبر هي خانة المئات ويمثلها العدد أربعة إذن متساويتان إذن نذهب للمنزلة التي تليها وهي منزلة العشرات نجد هنا على اليمين أن منزلة العشرات يمثلها العدد تسعة أما على الإسار فيمثلها العدد ثمانية إذن أربعمائة وثمانة وتسعون أكبر من أربعمائة وتسعة وثمانون رقم اثنان تسعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون وأيضا أربعة وتسعون ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعون تذكر عزيزي الطالب أننا في المقارنة نبدأ نقارن المنزل الأكبر في المنزل الأكبر نجد أن الطرف الأيمن هنا المنزل الأكبر هي منزلة أحد الألوف ويمثلها العدد تسعة أما الطرف الأيسر فأن منزلة عشرات الألوف هنا هي المنزل الأكبر ويمثلها العدد تسعة إذن العدد الذي في الطرف الأيسر هو أكبر إذن تسعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون أصغر من أربعة وتسعون ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعون ثانيا القيمة المكانية للرقم 9 في العدد 970,058 هي إذن لإيجاد القيمة المكانية للرقم 9 نجد هنا أن العدد 9 هو أكبر منزله في هذا العدد ونضع يمينه أصفار إذن القيمة المكانية للرقم 9 هي 900 ألف رقم 2 رمز العدد 42 مليون وستة ألاف هو إذن رمز العدد 42 مليون وستة ألاف هو 42 مليون وستة ألاف هنا رمز هذا العدد السؤال الثاني ألف أولا أوجد ناتج قسمة 7 و 98 جزء من 100 تقسيم 4 و 2 جزء من 10 إذن هنا قسمة عدد 10 على عدد 10 بداية لا بد أن يكون المقسوم عليه عدد صحيح إذن الأربعة واثنان من 10 لا بد أن تكون عدد صحيح وذلك عن طريق تحريك الفاصلة إلى يمين إذن حركنا هنا الفاصلة في المقسوم عليه مرة واحدة ليمين حتى يصبح عدد صحيح ويكون 42 إذن نحركها في المقسوم أيضا مرة واحدة إلى اليمين فيصبح لدينا 79 و 8 جزء من 10 إذن بداية في قسمة العداد العشرية لا بد أن يكون المقسوم عليه عدد صحيح الآن عن طريق استخدام القسمة المطولة 79 و 8 جزء من 10 تقسيم 42 نبدأ الآن بالقسمة بداية نضع الفاصلة في الناتج ومن ثم نبدأ بعملية القسمة تذكر أن المقسوم نبدأ به في الخانة الأكبر نقسم على المقسوم عليه إذن لدينا 17 تقسيم 42 تساوي صفرا إذن عن طريق عدد تسمية يصبح لديه 79 أحدا تقسيم 42 يساوي 1 إذن الآن بعد عملية القسمة نبدأ في عملية الضرب 1 ضرب 42 تساوي 42 بعد عملية الضرب عملية الطرح 79 ناقص 42 يساوي 37 إذن بعد عملية الطرح عملية التنزيل إذن نزل هنا الثمانية إذن 378 تقسيم 42 يساوي 9 إذن بعد عملية القسمة عملية الضرب 9 ضرب 42 تساوي 378 هنا عملية الطرح إذن الناتج يساوي صفرا إذن عزيزي الطالب ناتج عملية قسمة 79 وثمانية جزء من عشرة تقسيم 42 يساوي 1 وتسعة جزء من عشرة والباقي صفرا إذن كما هو ظاهر أمامكم بالشاشة 1 وتسعة جزء من عشرة الآن ننتقل إلى سؤال جديد ألف ثانيا اشترى أحد أصحاب محلات الملابس بدله بمبلغ 57.2 جزء من عشرة دينارا ثم باعها بمبلغ 74.75 جزء من 100 دينارا فما مقدار ربحه إذن هنا نريد أن نوجد ربح هذا الباع إذن مقدار ما ربحه يساوي 74.75 جزء من 100 ناقص 57.2 جزء من عشرة بداية عزيزي الطالب والطالبة تذكر أن الفاصلة تكون تحت الفاصلة وهنا نرتب المنازل نجد أن في العدد الثاني الأجزاء من 100 وضعنا صفرا حتى تتساوى المنازل ثم نقوم بعملية الطرح 5 ناقص صفر تساوي 5 و7 ناقص 2 تساوي 5 و4 ناقص 7 إذن نحتاج أن نعمل عملية إعادة تسمية إذن نأخذ 1 من السبعة فتصبح 6 إذن ويصبح لديه 14 أحد ناقص 7 يساوي 7 ولدينا أيضا 16 ناقص 5 يساوي 1 إذن مقدار ما ربحه 17 و55 جزء من 100 دينارا الآن ننتقل إلى سؤال آخر وهو باء أولا حل المعادلة 30 ناقص 9 يساوي 27 إذن حل المعادلة 30 ناقص 9 يساوي 27 هو لحل هذه المعادلة لابد أن نوجد قيمة السين بداية لابد من إيجاد المعكوس الجمعي للعدد سالب 9 وهو موجب 9 إذن بإضافة الموجب 9 للطرفين تصبح المعادلة 30 ناقص 9 زائد 9 تساوي 27 زائد 9 إذن التبقى لدينا في الطرف الأيمن 30 زائد 0 يساوي 36 إذن 30 تساوي 36 إذن بقسمة طرفي المعادلة على العدد 3 يصبح لدي ثالثة السين على ثلاثة تساوي 36 على ثلاثة إذن سين تساوي 12 من خلال قسمة 36 على الثلاثة فهي تساوي 12 با أولا أوجد مساحة الشكل المقابل انظر إلى الشكل المقابل إذن يمكن تقسيم الشكل إلى المثلث ومستطيل كما هو مبين أمامكم إذن بداية نوجد مساحة المستطيل وأيضا نوجد مساحة المثلث إذن مساحة المستطيل تساوي طول ضرب العرض الطول لدينا 6 ضرب العرض وهو 2 يساوي 12 سنتيمتر مربع الآن نتجه إلى مساحة المثلث طول قاعدة المثلث هنا هي 3 سنتيمتر أما ارتفاع المثلث فهو 2 زائد 2 ويساوي 4 سنتيمتر إذن لا بد لإيجاد مساحة المثلث أن تكون لدي طول القاعدة وأيضا الارتفاع الآن مساحة المثلث تساوي طول قاعدة ضرب الارتفاع تقسيم 2 إذن تساوي 3 ضرب 4 تقسيم 2 تساوي 6 سنتيمتر مربع تذكر أن من خلال ترتيب العمليات بداية نبدأ بالقوس 3 ضرب 4 يساوي 12 تقسيم 2 يساوي 6 سنتيمتر مربع الآن بعد أن أوجدنا مساحة المستطيل وأيضا مساحة المثلث نستطيع أن نوجد مساحة الشكل المقابل إذن المساحة الكليل الشكل هي عبارة عن مساحة المستطيل زاد مساحة المثلث وتساوي 12 زاد 6 وتساوي 18 سنتيمتر مربع السؤال الثالث أولا ألف أولا أوجد مساحة الدائرة في الرسم باعتبار الباي تساوي 22 على 7 إذن أمامنا دائرة مركزها ميم وطول قطرها 14 سنتيمتر إذن نق تساوي القطر تقسيم 2 إذن النق تساوي 14 تقسيم 2 وتساوي 7 سنتيمتر تذكر عزيز الطالب والطالبة أن النق هو طول نصف القطر إذن المساحة تساوي باي ضرب نق تربيع إذن قيمة الباي هي 22 على 7 ضرب 7 أس 2 وتساوي 22 ضرب 7 وتساوي 154 سنتيمتر مربع أوجد ناتج كلا مما يلي إذن بداية لحل هذه المسألة نحول عملية الطرح إلى جمع ونأتي بنظير العدد 9 سالب عفواً 9 الذي هو موجب 9 فتصبح المسألة 11 زائد موجب 9 يساوي 20 رقم 2 4900 تقسيم 700 بداية نجد هنا أننا نستطيع أن نحذف أصفار الأحاد والعشرات في المقسوم والمقسوم عليه معاً فيصبح لدي 49 تقسيم 7 يساوي 7 رقم 3 2 أس 2 زائد 8 تقسيم 4 هنا من خلال ترتيب العمليات نبدأ بفك الأس الذي هو 2 أس 2 ويساوي 4 إذن 4 زائد 8 تقسيم 4 بعدها نبدأ بالعملية التي داخل القوس إذن 4 زائد 8 يساوي 12 تقسيم 4 يساوي 3 إذن تذكر هنا أن نحل المسألة من خلال ترتيب العمليات رقم 4 35 زائد 42 تقسيم 7 ناقص 3 هنا أيضاً من خلال عملية ترتيب العمليات إذن نبدأ بداية بالقسمة إذن 42 تقسيم 7 يساوي 6 إذن 35 زائد 6 ناقص 3 وهنا في الجمع والطرح نبدأ بالعملية التي تسبق الأخرى إذن 35 زائد 6 يساوي 41 ناقص 3 يساوي 38 ننتقل إلى السؤال الثالث باء أولاً الجدول التالي يبين عدد الدراجات النارية المباعة في أحد المعارض خلال خمس شهور استخدم هذه البيانات في صنع تمثيل بياني بالأعمدة إذن من خلال البيانات التي أمامنا هنا الأشهر وهي مارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو وهنا عدد الدراجات المباعة وهي في مارس 10 وفي بريل 20 وفي مايو 50 وفي يونيو 40 وفي يوليو 30 إذن أمامنا شبكة البيانات أمامنا محور رأسي ومحور أفقي إذن المحور الرأسي يمثل عدد الدراجات المباعة أما المحور الأفقي فيمثل عدد الأشهر تذكر عزيز الطالب أن المحور الرأسي قصرناه إلى فترات متساوية كل فترة يمثلها العدد خمسة إذن في مارس 10 دراجات مباعة إذن هذا هو العمود الذي يمثلها أما إبريل فهناك 20 دراجة نارية مباعة إذن العمود الأخضر هو الذي يمثل أبريل أما في مايو فكان عددها خمسون دراجة أما في يونيو فيمثلها أربعون دراجة وفي يوليو فهناك ثلاثون دراجة مباعة إذن هذه الأعمدة التي أمامكم تمثل التمثيل البياني بالأعمدة لعدد الدراجات المباعة خلال الأشهر التي أمامنا ننتقل الآن إلى سؤال آخر رتب تصاعديا نص وسبعة على ثمانية وأيضا ثلاثة على أربعة وواحد على ستة إذن أمامنا كسور اعتيادية نريد أن نرتبها ترتيبا تصاعديا إذن نبدأ بخطوات الحل إذن بداية من خلال المضاعف المشترك الأصغر للمقامات التي أمامنا وهي اثنان وثمانية وأربعة وستة نجد أن المضاعف المشترك الأصغر هو أربعة وعشرون إذن الآن النص نضرب البسط والمقام في اثنى عشر فيصبح اثنى عشر على أربعة وعشرون أما السبعة على الثمانية فنضرب البسط والمقام في العدد ثلاثة وتساوي واحد وعشرون على أربعة وعشرون أما الثلاثة على أربعة فأننا نضرب البسط والمقام في العدد ستة فيصبح الناتج ثمانية عشر على أربعة وعشرون أما الواحد على الستة فأننا نضرب البسط والمقام في العدد أربعة فيصبح لدي أربعة على أربعة وعشرون إذن الآن بعد أن وحدنا المقامات كلها نستطيع أن نقوم بعملية الترتيب التصادي إذن نجد أن أصغر هذه الكسور هو أربعة على أربعة وعشرون يليه إثنى عشر على أربعة وعشرون يليه ثمانية عشر على أربعة وعشرون وأخيراً واحد وعشرون على أربعة وعشرون إذن الترتيب تصاعدياً كما هو مبين أمامكم هو واحد على ستة وأيضاً يليه النص ومن ثم الثلاثة أربعة وأخيراً سبعة على ثمانية ننتقل إلى سؤال آخر وهو السؤال الرابع ألف أولا أوجد محيط كل من الأشكال التالية إذن رقم واحد أمامنا مثلث إذن نريد أن نوجد محيط هذا المثلث ومحيطه هو مجموع أضلاعه الثلاثة إذن ستة زائد تسعة زائد سبعة يساوي اثنان وعشرون سنتيمتر وهو محيط المثلث الذي أمامكم رقم اثنان أمامك سداسي منتظم طول ظلعه أربعة سنتيمتر تذكر أن أطوال أضلاع السداسي المنتظم هي متساوية إذن مجموع أضلاع الشكل السداسي المنتظم يساوي ستة وهو عدد أضلاعه ضرب طول كل ظلع وهو أربعة سنتيمتر ويساوي أربعة وعشرون سنتيمتر ثانيا حول إلى كسر مركب أربعة وخمسة على تسعة إذن أمامك عدد كسري نريد أن نحوله إلى كسر مركب إذن من خلال ضرب العدد في المقام زاد البصر يكون الناتج واحد وأربعون على تسعة رقم اثنان اكتب كسرين مكافئين للكسر اثنان على ثلاثة إذن الكسر المكافئ الأول هو أربعة على ستة من خلال ضرب البصر والمقام في الكسر اثنان على ثلاثة في العدد ثلاثة وأيضا من خلال ضرب البصر والمقام في الكسر اثنان على ثلاثة في العدد ثلاثة نوجد كسر مكافئ آخر هو ستة على تسعة ننتقل أيضا إلى باء أولا في السؤال الرابع أوجد مساحة المنطقة المحددة بمتوازي الأضلاع الموضح بالشكل إذن أمامنا متوازي أضلاع نريد أن نوجد مساحته بداية لا بد أن نعرف قانون مساحة متوازي الأضلاع التي هي القاعدة ضرب الارتفاع إذن مساحة متوازي الأضلاع تساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع ونرمز القاعدة بالقاف والارتفاع بالعين نجد هنا من خلال الشكل أن القاعدة طولها 12 أم الارتفاع فهو 7 سنتيمتر إذن تساوي 12 ضرب 7 يساوي 84 وحدة مربعة ننتقل إلى سؤال آخر وهنا حل المعادلة التالية 8.1 جزء من 10 زاد عين يساوي 13.2 جزء من 10 إذن لحل هذه المعادلة لا بد من جاد قيمة عين إذن بداية نأتي بالعملية العكسية للجمع وهي الطرح إذن من خلال إضافة سالب 8.1 جزء من 10 لطرفي هذه المسألة إذن يصبح لديه 8.1 جزء من 10 ناقص 8.1 جزء من 10 زاد عين يساوي 13.2 جزء من 10 ناقص 8.1 جزء من 10 إذن يتبقى لديه عين تساوي 13.2 جزء من 10 ناقص 8.1 جزء من 10 إذن 5.1 جزء من 10 هي حل لهذه المعادلة الآن نأتي عزائي الطلبة والطالبات إلى الأسئلة الموضعية كنا قد انتهينا من الأسئلة المقالية والآن نبدأ في الأسئلة الموضعية السؤال الخامس أولاً ضل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وضل الباء إذا كانت العبارة خاطئة رقم 1 42 كيلو جرام يساوي 420 جرام تذكر عزيزي الطالب للتحويل من كيلو جرام إلى جرام أن الكيلو جرام 1 يساوي ألف جرام إذن 42 ضرب ألف يساوي 42 ألفاً من الجرامات إذن الإجابة باء خاطئة ننتقل إلى السؤال رقم 2 رمز العدد 3 ملايين وتسعة ماء هو كما هو مبين أمامكم الرمز نجد أنه أيضاً ثلاثة ملايين وتسعة ماء إذن الإجابة هي الألف لأنها إجابة صحيحة رقم ثلاثة رمز العدد تسعة وثمانية جزء من عشرة ضرب عشرة أس أثنان بالشكل النظامي يساوي تسعة ألاف وثمان ومئة إذن أمامكم الشكل النظامي لهذا العدد وهو تسعة وثمانية من عشرة ضرب مئة ويساوي تسعة ماء وثمانون إذن الإجابة هي باء خاطئة والآن عزائي الطلب والطالبات ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة الموضعية وهو اختيار إجابة من بين الإجابات الأخرى إذن لكل بند مما يلي أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيحة ظلل الدائرة التي تدل على الاختيار الصحيح رقم أربعة محيط الشكل المرسوم جانبا بالسنتيمترات يساوي أمامنا الشكل كما هو موضح محيطه بالسنتيمترات إذن هل هو ألف ثمانية وثلاثون أم باء تسعة عشر أم جيم أربعة وثلاثون أم دال أربعة وعشرون إذن نجد هنا أن عشرة ناقص اثنان يساوي ثمانية إذن أوجدنا أحد الأضلاع المجهولة وطوله ثمانية سنتيمتر أيضا هنا نستطيع أن نوجد محيط الشكل من خلال أضلاع هذا الشكل إذن اثنان زاد سبعة زاد عشرة زاد اثنان زاد ثمانية زاد خمسة يساوي أربعة وثلاثون سنتيمترا وهو كما هو مبين في الإجابة جيم أمامكم إذن نظل الإجابة جيم رقم خمسة التعبير اللفظي مطروحا منه تسعة يعبر عنه جبريا بألف سين زاد تسعة بأ سين ناقص تسعة جيم تسعة سين دال تسعة ناقص سين إذن هو رقم بأ هذا سين ناقص تسعة هو التعبير اللفظي مطروحا منه تسعة الآن رقم ستة ستة وثلاثون جزء من مئة في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة هل هو ستة وثلاثون على مئة كما هو مبين في ألف أم في بأ ثمانية عشر على خمسون أم في جيم تسعة على عشرة أم في دال تسعة على خمسة وعشرون إذن الستة وثلاثون جزء من مئة هي ستة وثلاثون على مئة ومن خلال التبسيط إذن وقسمة البسط المقام على العدد أربعة تصبح لدي تسعة على خمسة وعشرون إذن الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة رقم سبعة رمز العدد تسعة تريليونات وعشرون مليار وثلاثون هو من خلال الإجابات التي أمامك نجد أن رمز العدد هو كما هو مبين في الألف ويمثل تسعة تريليونات وعشرون مليار وثلاثون رقم ثمانية اثنان واربعة وخمسون جزء من مئة ضرب عشرة أس أربعة إذن بداية عشرة أس أربعة تساوي عشرة ألاف إذن اثنان واربعة وخمسون جزء من مئة ضرب عشرة ألاف من خلال تحريك الفاصلة إلى اليمين على عدد الأصفار نجد أنها الإجابة باب خمسة وعشرون ألف وأربع معه رقم تسع مستطيل مساحته ثمانية واربعون سانتي متر مربع وطوله ثمانية سانتي متر فإن عرضه يساوي سانتي متر هل هو ستة وخمسون كما هم بيّن في ألف أم أربعون كما هم بيّن في باه وجيم ثلاثمائة واربعة وثمانون وفي دال يساوي ستة سانتي متر إذن أولا مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض إذن مساحة المستطيل موجودة وهي ثمانية واربعون وتساوي ثمانية ضرب العرض إذن بقسم الطرفي هذه المسألة على العدد رقم ثمانية فيصبح لدي ثمانية واربعون تقسيم ثمانية يساوي ستة سانتي متر وهو كما هو مبين أمامكم في الإجابة دال إذن عرضه يساوي ستة سانتي متر مربع رقم عشرة إثنان على ثلاثة يساوي هل هو يساوي ألف ستمائة وسبعة وستون جزء من ألف أم في با ثلاثة جزء من عشرة دوري أما في جيم سبعة وستون جزء من مئة دوري ودال ستة جزء من عشرة دوري إذن الإجابة كما هو مبين أمامنا في دال تمثل ستة جزء من عشرة دوري لأن قسمة البص الذي أمامنا اثنان على ثلاثة هي غير منتهية فيكون لدي كسر عشري غير منتهي من خلال هذا المثال أعزائي الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم التي تطرقنا من خلالها إلى مراجعة عامة على الفترة الدراسية الثانية أعزائي الطلبة والطالبات في ختام هذه الحلقة لا يسعني أن نشكركم على حسن إسقائكم متمنيا لكم التوفيق في امتحانات الفترة الدراسية الثانية مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة